ألف وسبعمائة مليار دولار هو حجم الإنفاق العسكري في العالم عام 2015 أرقام مخيفة حفظت الولايات المتحدة على التربع على قمتها بنسبة 36% من الإنفاق العالمي تلتها الصين بنسبة 13% ثم السعودية في المركز الثالث لدينا آلية رصد للإنفاق العسكري لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لكن المعلومات محدودة من منطقة الشرق الأوسط وهذه مشكلة نعانيها أيضا مع منطقة آسيا والمحيط الهادي وإفريقيا ومناطق أخرى هذه الأرقام المتداولة بين الهيئات الرسمية أنما تخفي سوقا خلفية للسلاح بسبب عدم القدرة على رصد الميزانيات الفعلية للدول والمجموعات المسلحة من دون الدول خصوصا في الشرق الأوسط ثمت الكثير من المعلومات المجهولة وهي متعلقة بتقدير حجم الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط فلا نملك أرقاما عن سوريا وكذلك اليمن الإمارات لم تقدم أي أرقام وقتر أيضا نعلم حجم الإنفاق العالمي أما تقدير حجم الإنفاق في الشرق الأوسط فإنه غير واضح بما فيه الكفاية غياب الشفافية عن الإنفاق العسكري لا يقتصر على الشرق الأوسط إذ أن موازنات أجهزة الاستخبارات والبرامج العسكرية النووية تقع خارج البيانات المعلنة للدول العسكريون في العالم وليس في الولايات المتحدة فقط يعتقدون أن لديهم امتيازا ويظنون أنهم يعلمون أكثر مما يعلم الآخرون هم لا يعترفون بذلك دائما ولكنهم يتصرفون على هذا الأساس وهذا ليس صحيحا يحذر الخبراء من أن انتهاء الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم في الأعوام الأخيرة سينعكس مزيدا من الإنفاق العسكري وازديادا في نهم الدول للسلاح انتعاش الإنفاق العسكري العام الماضي في العالم كان للمنطقة العربية نصيب وافر منه لكن المشكلة أن رصد هذا الإنفاق في نزاعات في المنطقة العربية غير ممكن من خلال القنوات الرسمية المعتمدة من الأمم المتحدة في نيويورك نبيل أبي صعب الحرة